هلا واني نونا طبعا اصدقائي جعلتكم فيديو جديد اصدقائي بهذا الفيديو اليوم يا اصدقائي رح ارويكم حزمة الروبوت كلش حلوة رح نشوفها اليوم هي واثاثها وشكلها والصور اللي فيها وايضا يا اصدقائي نزلة حزمة جديدة تبع الداينوسور مثل ما يشوفون هيا فهي هيا يا اصدقائي الحزمة كلش متحمسة اني اجربها لك مو سنتخيلها سنشوف بتفاصيلها لما نكمل من الروبوت يا اصدقائي لانو ملابس تخبل وجديدة ولسه ما نازلة اوكي تنزل قريبا ان شاء الله تبع الروبوت احطوا لاعك شكرا بالقناة فعل الجلس ويلا نبلش بالفيديو اوكي خلونا نستخدم رقصة النار احلى يعني انسانة حلوة صراحة بس هاي كيوت المهم مثل ما يشوفون اول شي رح نبلش طبعا بالملابس موجودة هنا الخوذة والقلاس تبع الروبوت فمثل ما يشوفون هنا يا اصدقائي هذي اول شي بلوزة والحذاء شوفوا البلوزة فيها قلب بالنفسجي كلش حبيتها والحذاء فيه الوان بالنفسجية اوماي جاد وهنا يا اصدقائي اكو السروال والحقيبة وهذا شكلها الكامل يا اصدقائي مثل ما يشوفون واو شكل الروبوت جنن الوانه حلوة ايضا ومنها الحقيبة مثل ما يشوفون شكلها كلش عجبني اوكي فاخلونا نستخدم نشوفوا الاثاث والصور رح تنظاف وياها لما تنزلوا وراح يكون هذا الشي كلش حلو اوكي فياها سنشوف فيها اصدقائي الصور او الشي فهذه هي مثل ما يشوفون هذه الصور موجودة ست صور اوكي فيها شكل روبوت وفيها ايال ومدري ايش وعلامة السفهام فما افهمت شنو فكرة الصور هذي ممكن لها معنى بس احنا لسه ما عارفين فبها علامة السفهام روبوت ايال هاي ايال وما عارفت فهذا التوقع وهذا الاثاث تبع حزمة الربوت فمثل ما يشوفون هذا الربوت اتوقعت ايه نحطه خارج البيت وهذا ايضا اتوقع خارج البيت او بالبيت او ها توقعها خارج البيت هاي شجرة اتوقع فا اوكي وهي هاي كلش فهنا الحزمة كلش حلو بس توخر هاي اوكي فالحزمة يا زقائي كلش حلو حبيت حزمة الربوت وكلش متحمسة انه تنزل اللي متحمس مثلي خلي يحطه هو لك تشتركوا بالقناة وفعل الجرس على ما دعنا عرف انه اتوك كلش حابين الحزمة ومتحمسين لننزولها الموهسة احنا نزدت عندنا هاي الحزمة بعد ديناصور خليونا نشوف تفاصيلها ونشوف اسعارها اوكي هذي واو اول شي الملابس يا اصدقائي سعرها اربعمية جوهرة او ماي جود شوية غالية اصدقائي يعني هي بس مجرد خمس اشياء حقيبة قبعة غيرها بس ليش اربعمية فالمهم يعني هي هاي الحزمة اهنا يا اصدقائي الاثاث شوفوا هنا 6 اثاث و300 كوينز ليش هذي بس 300 كوينز يعني 300 جوهرة وهنا ليش بس خمسة وبس مجرد ملابس نسويها باربعمية باربعمية فالمهم فهي هاي الحزمة اكيد اشتريها وياكم ونشوفها والله هذا الحيوانات الاليفة بس بشحن ليش او ماي جود يا اصدقائي 6 دولارات و 99 سنت اثنين اصدقائي وهنا الاثاث والحيوانات والملابس كلها 11 دولار و 99 سنت او ماي جود لكن انا اكيد اشتري الملابس وهذا الاثاث والحيوانات يمكن اشحنها اوكي اصدقائي دعونا اصدقائي اشتريها 1 2 3 هذه القضاعة الوانها البنسة جهة حلوة وهذه الحقيبة ديناصور وهذه البلوزة مثل ما يرون هذا السروال اكس دي مر اكس دي مر فالمهم وهذا هو الشوز اوكي الشوزي جنن دعونا نشوف الحيوانات يعني الاثاث هذا الديناصور يشبه التحديث الهلوين بس مغيرين بألوانها فقط اصدقائي جنن وهذه ايضا موجودة يمكن لونها اخضر بس مغيرين بلونها واو هذي هذي الحيوانات الأليفة هذا الفراش وهذا المصباح وبقت الحيوانات اوكي دعونا نجرب اول شي الملابس او مي جود او مي جود او مي جود اوه البلوزة اوكي يا اصدقائي اللي لقيتها هي هاي اصدقائي شوفوها فتشبه طلعت هاي بس لونها مختلف كلها لونها مختلف البلو السروال هذا السروال اوكي هذا السروال فناخر سماء ابقيها حلوة شو عد طلعت ما عارف ابقيها لا ما ابقيها خليها هاي اوكي فالقلافزة اجوياها اتوقع ما اجوياها ما اجو اوكي الحذاء كيودجا هو هذا والقلافز الاخرى لما يحتاج وهذه حقيبة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كامل فهي الحزمة والقلافزة ولكنني علي من نسمنا انا اذكرنا بالبيض ما اعرف ليش الصفار تبع البيض اصدقائي حسيت ان الالوان تشابه فهي هاي الحزمة يا اصدقائي شو رأيكم بيها نعمل لها السيلفي احسن خلونا نروح لمكان ما بيئ اي شي بس مجرد سماء فخلونا نروح هنا على الحافة ونعمل سيلفي وبعدين نشوف الاثاث يا اصدقائي بسم الله يلا اصدقنا نعمل السيلفي خلونا نستخدم حركة مثلا هاي هاي حلوة اوكي انا مو دائما استخدمها فنشوف اذا اكون موسيقات جديدة لا ما كنا نفسين فانا رح انزلها بس يا زقائي اوكي اوكي يا زقائي هسا نشوف اثاث البيت خلونا ننزل ونروح بعد للبيت رح استخدم هذا البيت اصدقائي اذا اكفت اثاث اريد اجربه بعد عرفوا انه هذا البيت رح استخدمه دائما اني اجرب به الاثاث اشوف شكله فلم ادخل رح استخدمه هذا غريب in moglar يا اشوف اذا ا Billie احبت ترجلى عندي فشكته في زوجة البيت شكرا ايكم يا اصدقائي المهمتي احنا خلونا نشوف الحزمة اللي حصنناها اوكي يا أصدقائي هذا هو الهيكل العظمي فطبعي الديناسور و ايضا يا اصدقائي حصنت على هذا النيشو flexibility اكيد راح نجربها يا اصدقائي وحصلنا ايضا على هذي الفراش مدر ايش المهم وايضا يا اصدقائي حصلنا على كرسي هسا حالين اربعة هن بعد شنوها اشياء الحيوانات الاليف الذكات الفراش او الشي هذي الاكل هذي يا اصدقائي الصح والله لسيت الشكل المهم فنشوف يمكن بالبداية لا اتوقع نهاية فنشوف الفراش الفراش اوكي هذا واو الوان البنفسي جي جنن عليه اوكي يلا خلونا نطلع ونشوف او ماي قاد او ماي قاد لحظة واو واو يا اصدقائي هذي تبع الحيوان اجبتني خلونا نجلس في الكرسي يصير يجلسوا فيها اثنين اوكي وهذا ايضا واو شوف الاسنان خلونا نشغل هذا المصبع واو شاي كيوت حبيت هذا يا اصدقائي بس بس يتغير لونه بس حلو فاوكي وهذه هو الفراش وهذا تبع الحيوانات خلونا نجرب حيوان يا اصدقائي خلونا ناخذ اليونيكون يا اصدقائي تبع فريق الازرق طبعا كبرتها يا اصدقائي مثل ما تشوفون اوكي خلونا نستخدم اقصد نيم الحيوان واو حلو بس بس ليش اريد اشوفها كيف واو سا كيوت شوفوا يا اصدقائي حبيت هذا هو شكل الحيوان فيالله خلصنا فهذا هو تبع الاكل كون ما خربطت بشكله والله بس يتشكله لانه يشبه واحدة ثانية حلو يا اصدقائي حلو وهذا المي وبس هي هاي الحزمة يا اصدقائي مثل ما تشوفون فالحزمة صراحة كلش حبيتها لانه من التاريخ يا اصدقائي فاشالله تكون اهم تاريخ طبعا تاريخ الديناسورات اوكي فاشالله يكون اجابكم هذا الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناة فعل الجرس وبس باي باي احبكم اشتركوا في القناة